السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله يومكم بكل خير أسأل الله أن يسعدكم ويحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين قولوا آمين قرأت فايدة جدا جميلة ومثل ما أنا استفدت حبيت أنكم تستفيدون خلوكم معايا مع هذه الفايدة الجميلة لمن أراد أن تكون دعوة مستجابة طبق هذه الطريقة وأبشر بإذن الله باستجابة الدعوات روى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جاءت أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تسبحين الله عشرة وتحمدين الله عشرة وتكبرين الله عشرة ثم سل الله حاجتك فيقول الله قد فعلت قد فعلت إذا رفعت يدك قل سبحان الله عشر والحمد لله عشر والله أكبر عشر ثم أطلب الله حاجتك فالله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء لمن دعاه الله يسعدكم ترجمة نانسي قنقر